البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي انهض والذي ينفذه مركز تطوير الأعمال لتحفيز الشباب للتركيز على التشغيل الذاتي أو إقامة المشاريع الخاصة بهم من خلال توجيههم وإرشادهم لكيفية إقامة المشاريع والحصول على تمويل مناسب لها سجلت ببرنامج انهض لاكتساب مهارات بمجال الريادة والاستفادة من خدمات التشبيك والإرشاد اللي بتقدم من مركز تطوير الأعمال البي دي سي من خلال ورشات الابتكار الاجتماعي ورشات بناء القدرات المالية وأيضا السلوك الريادي الورشات كانت جدا قيمة وعكستها على مشروعي وتحفزت أكثر لإكمال مشروعي اللي بدأت فيه بالطريق الصحيح أنهينا اليوم المتطلب الأول أو المرحلة الأولى بحمد الله وسننتقل إن شاء الله قريبا للمرحلة الثانية مع إرادة وهي دراسة جدوى الاقتصادية للمشاريع الشروط بالنسبة لبرنامج انهض ميسرة جدا بداية الجنسية الأردنية أن يحمل رقم وطني أو جنسية أردنية ثانيا أن يكون العمار ما بين 18 و45 سنة نقطة الارتكاز التي يقوم عليها برنامج انهض هي تطوير قدرات المشاركين من خلال تقديم عدد من التدريبات المنوعة في عدد من المواضيع التي تلزم هؤلاء الشباب لإقامة المشاريع الخاصة بهم ومن ثم التوجه لمراكز تعزيز الإنتاجية ليكملوا معهم المرحلة الثانية من البرنامج دورنا ببلش بعد ما ينهوا تدريبهم من إنهض بيجونا بأفكار المشاريع بيتم مناقشاتهم بأفكار هذه المشاريع الموجودة معهم حتى تبلور الفكرة بعدها بننتقل لحيز دراسة الجدوى الاقتصادية بعد ما يستكمل أوراق المطلوبة في مد محددة لازم يتم إنهاء وإنجاز هذه الدراسات وتقديمها على المنصة اللي من خلالها بتقدموا للبنوك التجارية اللي بتتعاون في هذا البرنامج من تدريبات مركز تطوير الأعمال نحو مراكز تعزيز الإنتاجية ينتقل المشاركون متشوقين بينهم وبين أنفسهم في إيجاد مصدر تمويل يستهلون به مشاريعهم التي لطالما حلموا بها آملين بتوفير مصدر دخل يؤمن لهم حياة كريمة لا يعتمدون فيها على أحد سوى أنفسهم ترجمة نانسي قنقر